أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان أن أربع طائرات للعدو الإسرائيلي أقدمت عند الساعة الثانية وأربعين دقيقة فجر يوم الجمعة السابع عشر من آذار على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في رفي حمص الشرقي وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار وقال بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن هذا الاعتداء السافر يأتي إمعانا من العدو الصهيوني في دعم عصابات داعش الإرهابية ومحاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة والتشويش على انتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عزمها على التصدي لأي محاولة للعدوان الصهيوني على أي جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وسيتم الرد عليها مباشرة بكافة الوسائط الممكنة موسيقى